اهلا بحراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خطة احمر فقرتنا دي مهمة جدا ان شاء الله بنتكلم فيها عن قرعة دوري ابطال افريقيا اي قرعة بتتعامل عادي جدا اول تاني تالت رابع انت في مجموعة ايه عادة بنتكلم المجموعة صعبة المجموعة سهلة مصرنا ايه المفرات الاولى ايه هنقدر نسعد فرصنا قد ايه ولكن البعض ممكن ياخدنا لسكة احنا مش عايزين نروحها تماما هنا في قناة النادل اهلي دائما وابدا هتلاق ببرنامج الاهلي خطة احمر وكل برامج القناة بتتكلم دايما عن فكرة الارض المشترقة في الرياضة المصرية والرياضة العربية دائما وابدا كنا بنتكلم عن البطولة العربية ان دايما بتخلق جو من المحبة بين الشعوب العربية ونجحت البطولة العربية نجاح كبير جدا وشفنا الروح الراضية اللي كانت موجودة في البطولة العربية اتكلمنا حتى لما كنا بننتقد احد يعني النقاد الرياضيين في تونس جبنا نمازج من تونس وقلنا ادي نمازج من تونس بتقدر كرة القدم المصرية وبتقدر كرة القدم او النادل اهلي بشكل خاص النهاردة حديث بعد وقوع النادل اهلي في مجموعة الهلال والمريخ السوداني الشقيق والروابط اللي بيننا وبين دولة السودان البعض افكر في فكرة القرعة وبيت سمس ماني واختيار بيت سمس ماني ومنهم نائب رئيس نادي المريخ السوداني نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب هو ما دعم عنده فريق مشارك من مفترض هل يصحب الجرعة يكون شخص محايد طيب هو يعني يتلو سؤال اخر هل هو له دور في القرعة نفسها كأرعة والله اذا سؤال انا اجابت عندي لكن ما عزيز لا ده انا حب اسمع الاجابة هو طبعا البرعة دي فيها ثلاثة اشياء ممكن فيه اذا انا عايز مجموعة بخطة الاربعة كور في منطقة متلجة تلاجة او فريزر في منطقة ايه؟ فريزر مثلا اه كور ساقعة وكور سخنة وحاجات كده نعم انت مش حصديك كلا انت واستاذ بس دي صعبة جدا ما بش حاجة صعبة مادام شخص اذا اتحاد الافريقي اللي بيعمل ده مش هو خلي بالا انا عارف اه اتحاد الافريقي عمره ما جاب شخص صحب جرعة وهو مدرب لأحد الاندي المشاركة في نفط الجرعة اه الاستاذ عادل ابو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني وكان هو عبر عن انتماؤه لأحد الاندياء المصرية بخلاف النادي الاهلي بيتكلم عن فكرة ان ربما تكون القرى فريزر اللي هي القرى الساعة طبعا باللهجة السودانية للشقيقة بالتأكيد يعني او لازم نوضح له ان النادي الاهلي وجود بيت سمسيماني اللي كان اعلان الاتحاد الافريقي من قبلها بيومين ثلاثة عن موعد صحب القرعة بالتأكيد كان واضح لكل الاندياء لكن انا متقبلة جدا من نادي منافس لنا في المجموعة على عكس المرة الفاتت او الحلقات السابقة ما كنتش متقبلة من بعض الاعلامين المنتمين لاندياء مش موجودة في المجموعة لكن خلينا نوضح له بهدوء شديد جدا لو بيت سمسيماني متواجد وهيختار القرى الساعة بالتأكيد ما كانش هيختار معاه في المجموعة نادي الهلال ونادي المريخ السوداني وسونداونز كمان وسونداونز بس انا بتكلم عشان هو المريخ السوداني لان اكيد اكيد المباراة بين الهلال والمريخ السوداني وتحديدا يعني في البطولات الافريقية بتحمل الكثير من ندية وبيكون كلها ندية وهنستعرض النتائج لكن حابة اوضح للاستاذ عالي ابو جريشا نقطة مهمة جدا ان بيت سمسيماني لما اختار النادي الهلالي اختار معاه افضل نادي في كل تصنيف يعني نادي المريخ السوداني افضل تصنيف في المركز الرابع او في التصنيف الرابع افضل نادي في التصنيف الرابع حاصل على 15 نقطة اخر 5 سنوات مشاركات في البطولات الافريقية التصنيف ده بتعمل ازاي اخر 5 مشاركات بتيجي لو انت بطل بتاخد 5 نقاط لو التاني بتاخد 4 نقاط وهكذا بالتدريج ولو انت واخدها السنة اللي فاتت بتضرب في 5 لو اخدها اول سنة بتضرب في 1 طريقة كده في الحسابات بتوصلنا اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشة وهو ان النادي الاهلي افضل فريق في التصنيف الاول التصنيف التاني ما بين نادي الزمالك وماملود الساندونز نادي الزمالك 47 نقطة في التصنيف ده وماملود الساندونز 46 نقطة يعني الاثنين قرابين جدا وبعض واعتقد كل القرى تشهد بقوة فريق ساندونز في التصنيف التالت الهلال وفارق بشكل كبير جدا عن شباب الأزداد والتصنيف الرابع المريخ هو اللي له تاريخ في البطولة دي آخر خمس سنوات وباقي الفرق ما لهاش أي تاريخ في البطولة دي آخر خمس سنوات بالتالي لو المسلماني بيدور على قوار ساعة بالتأكيد كان هيدور على قوار تبعت تماما عن فكرة الهلال والسودان ومولد ساندونز وأعتقد خانك التوفيق أكيد كمان مش بس فكرة تدرج الفرق من حيث المستوى أنت بتختار أفضل فريق أو أقوى فريق في كل مستوى كمان لو شفنا النتائج على مستوى النتائج آخر مواجهتين للأهل مع المريخ ومع الهلال بيحمله نتائج سلبية كان الأهل والهلال واحد واحد في الهدف اللي سجله أفشا لو نفتكر كانت مباراة أصلا حاسمة في صعودك ويمكن كانت عادل بشق الأنفس كان ممكن يطيح بالأهل من البطولة وأيضا البطولة اللي فاتت إلى أهل والمريخ وتعقدت أحوالنا مع فيتا وتشبكت بسبب مباراة أيضا المريخ إذن هنا إحنا بنتكلم يا جماعة بنرد بكل بساطة وبنوضح برضو للرأي العام اللي ليه حق طالما السؤال ده ترح أي حد عنده تشكك ويريد التحقق إحنا هنا وظفتنا إن إحنا نقول لك التحقق واحد اتنين تلاتة وده اللي كان موجود بس بعيدا بقى عن التصنافات دي أنا عايز أقول حاجة ده بساطة جدا وبهدوء شديد وإنت محتاج تقعد كده تفكر دقيقة نادي الأهلي آخر بطولتين في دورة أبطال أفريقيا اللي توج بيهم قابل مين خرج ساندونز من ربع النهائي مرتين خرج الترجف نصف النهائي في البطولة اللي قبل اللي فاتت والبطولة اللي فاتت خرج الودات غير كده في النهائي فاز على الزمالك في مباراة كبيرة جدا وفاز على كايزر تشيفز في السوبر الإفريقي كسب نهضة بركان وكسب الرجاء إذن إحنا بنتكلم تقريبا الأهلي ما سابش فريق من أقوى فرق في القارة إلا وكان متفوق عليها حتى في كاسة عاملان دي كان النادي الأهلي تخطى بالمراس يعني إذن النادي الأهلي يا جماعة ليس في حاجة أبدا إنه هو يكون في قرعة في صالحه أو مش في صالحه أنا بقول النادي الأهلي داخل أفريقيا لا يهاب يعني يهاب ولكن لا يهاب النادي الأهلي ما يخافش حد في أفريقيا ولكن على الجميع إنه هو هو اللي يعمل له ميد حساب أنا حتى يوم القرعة قلت أي فريحة يبقى معانا أنا ما عنديش مشكلة لأنه شايف النادي الأهلي فوضة مختلفة بس كمان بما إننا وقفنا عنده أستاذ عادل أبو جريشا نائب رئيس المريخ كمان عندنا رئيس نادي المريخ نفسه اللي حتسمعوا منه كلام تعرفوا إن دايما مصر والسودان بجد شعب واحد نطلع ونشوف الفيديو طبعا أنا متأكد وعارف كده كويس وبعين عندنا جال يا ما شاء الله كبيرة جدا والدتي مصرية بيور يعني مصرية بيور مين والدتي والدتي مصرية طب باشا الله طيب دا إحنا يعني الوالدة مصرية كمان أهلاوي أهلاوي حضرتك أهلاوي أنا كنت مرأة نادي نادي في كل مكان طب إزاي حضرتك أهلاوي والنائب زمال كاوي تيجي إزاي ديه والله الاحتراف يا كبتبتك يعني قدينا شايفين الروح اللي موجودة وده اللي حبينا نأكد عليه فيه رأي إحنا هنا بنرد عليه بالورقة والألم زي ما عودناكم ولكن الرجل بيتكلم أنه هو بيعتبر نفسه مصري وهو فعلا نصف مصري لأن والدته مصرية أستاذ حازم مصطفى رئيس نادي المريخ وهي دي الروح اللي عايزين نحافظ عليها من كل الجوانب ولازم دايما نحط اعتبرات أن مصر والسودان علاقتهم أكبر من أي شيء حتى على المستوى الكروي وده اللي لازم نحافظ عليه وأكيد يعني رئيس النادي أهلاوي بشكل كبير جدا ولكن ده لا يمنع أن التنافس هيكون قوي جدا نتمنى طبعا لأي فريق عربي من أشقاء السودان سواء الهلال أو المريخ يكون هو المصاحب للنادي الأهلي للدور التالي وإن شاء الله النادي الأهلي يتصدر هذه المجموعة برغم صعوبة المنافسة وبشوفها منافسة كبيرة جدا لما ييجي وقتها نتكلم عنها